وينضم إلينا من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي هاني عاشور سيد هاني ورحب بك معنا إلى هذه النشرة كيف تبدو لك مخرجات الأزمة الأخيرة في كاركوك وما هو مستوى تدعيتها على تعايش السلمي في المحافظة شكرا لكم بداية الشعار الأبرز الآن في كاركوك هو التعايش السلمي عشائريا بين مثقفين فئات اجتماعية مختلفة تسعى دائما الآن إلى تأكيد التعايش السلمي وفعلا قد تحقق ذلك وعاد الهدوء ولكن هذا هدوء مجتمعي أما الهدوء السياسي فما زال الجميع ينتظر أن تكون هناك قرارات وإجراءات حاسمة أولها معاقبة الذين قاموا بقتل المتظاهرين المسألة الثانية هناك تسريبات عن اجتماع لتحالف إدارة الدولة الذي يضم جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة سواء كردية سنية شيعية أن يكون هناك اجتماع لمناقشة قضية كاركوك هذا الاجتماع حقيقة يمكن أن يخرج بنتائج جيدة لصالح هذه الأزمة وممكن حلها قبل أن يحين موعد الانتخابات في شهر تشرين ثاني المقبل المسألة المهمة أن هناك تصعيد في الموقف التركي سمعنا من الرئيس التركي أردوغان تصريحات مؤخرا تشدد على كاركوك وأن لا مساومة على كاركوك وهذا ما أكده أيضا وزير الخارجية التركي عندما زار إيران وقال لا مساومة على كاركوك وقال أن كاركوك تركمانية وعاد لذلك التأريخ الذي يؤكد أن كاركوك تركمانية حقيقة هذه الأزمة بجانبها المجتمعي يمكن أن تحل ولكن بجانبها السياسي ما زالت صعبة جزء من الحل هو قرار الحكومة المركزية بأن يتم إرسال مبلغ من المال يعادل 500 مليار دينار عراقي كرواتب إلى أقليم كردستان ويعتبر هذا قرض من مصارف عراقية حتى يحين موعد انطلاق الموازنة العراقية ومن ثم تسليم أربين وسليمانية مستحقاتهم المالية سيد هاني هي مشكلة مقار الأحزاب للحزب الديمقراطي الكوردستاني هناك رفض كان من المكونين العربي وتركماني تحديدا لمقار معين يتهمون فيه الأكراد بأنه حدثت في هذا المقرار عمليات تعذيب وما شبه ذلك خلال التحقيقات هذه الرواية تركمانيا والعربية فالمشكلة على هذه ما هي الفائدة إذا ما أعطت بغداد الرواتب والمستحقات المالية إلى أقليم كردستان عندما تكون هناك أزمة بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان لا تكون الأزمة في أربيل ولا تكون الأزمة في بغداد الأزمة عادة تظهر في كاركوك أما قضية المقار فهذا حقيقة عود ثقاب لأزمة كبيرة جرت منذ سنوات عديدة منذ إعلان الدستور العراقي والمادة 140 التي تتحدث عن المناطق المتنازع عليها نحن نعلم بعد عام 2017 بعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان خرج الحزب الديمقراطي من كاركوك الآن هناك انتخابات مقبلة الحزب الديمقراطي يريد أن يعود إلى مقراته ويمارس نشاط السياسي استعدادا للانتخابات المقبلة ونحن نعلم أن في الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات التي كانت تجري لم تكن تجري في كاركوك وتأجلت لأكثر من مرة لعدم إثارة هذا الموضوع الآن وقد اقتربت الانتخابات وبين وبين الانتخابات تقريبا شهرين وقليل من الأيام هذه الأزمة بدأت تتصاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني يحرص على أن يعود إلى كاركوك ليشارك في الانتخابات وسابقا كان أعضاء الحزب الديمقراطي والكرد بشكل عام هم أكثر أعضاء في مجلس المحافظة من العرب والتركمان حقيقة تتحسب بعض الأحزاب العربية والتركمانية بحسب الحزب الديمقراطي أن هذا اتفاق سياسي مع حكومة السودانية الآن نعم هذا اتفاق لتشكيل الحكومة وكان هناك صفقة الصفقة تقول أن يعود الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقراته وممارسة نشاطه في كاركوك والاستعداد للانتخابات لأن انتخابات مجالس المحافظات ضمنت ضمن الاتفاق وضمنت ضمن الموازنة وخصص لها ما يقارب 153 مليون دولار من أجل تغطيتها أي أكثر من 200 مليار دينار عراقي حقيقة هذه تحرص الحزب الديمقراطي الكردستاني يحرص على المشاركة وعلى العودة واستعادة مقاعدة في مجلس محافظة كاركوك في الانتخابات المقبلة واستعادة حضورة علما أن الكرد دائما يقولون أن عددهم أكثر من العرب والتركمان في كاركوك هذه هي النقطة لذلك هذا العدد الأكبر يحتاج إلى أن يكون هناك من يمثله حزب الاتحاد الوطني والديمقراطي لذلك برزت هذه المشكلة مؤخرة شكرا جزيلا لك على حضورك معنا من بغداد الأكاديمي والبحث السياسي وهاني عشور مبتنى لك على الحضور